مشاهدين العزاء بعد امتهاء المباراة الثانية ما بين فريق نجوم الملكي وكذلك فريق بيتوركا واحد من نجوم المباراة من دون ادنى شكل كابتر ربيع الموسى اللي اثمر في فوز فريق نجوم زايد بصورة كبيرة جدا ينضم الي في هذه اللحظات كابتر ربيع الف مبروك الفوز مباراة كبيرة قدمتها اليوم وبطولة مميزة مع هذه المجموعة من الاسماء اول شي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله لكل حال اعتقد انه اليوم المجموعة كلها يعني ربيع فرد من ضمن المجموعة واليوم ما تكاتفت المجموعة الحمد لله على الفوز كابتر بحكم الخبراء وبحكم التجربة الكبيرة لك كيف قدرت تتعامل مع اكثر من اللاعب من اللاعبين لحياة وكيف تشوف المستويات اللاعبين يلعبوا معك في فريق نجوم زايد والله شوف بالاكس يعني حتى لعيبة الحياة ما يختلف عن لعيبة الدوري بس انه يعني فرق بسيط بس ما شاء الله يعني في مجموعة يعني لو اهتمت في نفسها يعني ان شاء الله بتلاقيهم في اندي يعني ما شاء الله تبارك الله واعتقد انه من افضل البطولات الصراحة اللاعبت فيها كيف تشوف المباراة الجاية قدام فريق نجوم الملكي فريق في نجوم فريق عنده جماهرية كبيرة وممكن منافس كبير على لقب البطولة كيف ممكن تشوف حظوظكم بالعكس يعني فريق الملكي فريق كبير يعني واحنا كمان فريق كبير ويعني يدل على الوصلة النهاية يعني فريقين كبير ولي يلعب ويكون محضر للمباراة جيد ويستهل الفوز في مباراة اليوم متى الوقت اللي حسيت فيه انه ممكن فريق بيتوركا يعدل او ممكن يقلب النتيجة جاء الوقت اللي كنتوا فيه ممكن قلقانين في المباراة لا بالعكس والله مو بس انه فيه كانت ببداية المباراة يعني كان عندنا اخطاء بسيطة في نصف الملعب بس الحمد لله تلا فينا والحمد لله لكل حال يعني ما اعتقد انه فيه القطورة ذيك بس انه كانت مباراة مشحونة لانه الفريقين يبغوا يوصلوا للأدوار يبيوا وصلوا للنهاي والحمد لله واستحقها الأفضل كلمة لزملاك اللعبين محفزة للمباراة الختامية ممكن تساعد في اثارة حماس ومكثرة والله انا اشكر جميع اللعبين صراحة من اول مباراة لعبناها يعني الحمد لله فريق ما نهزمنا ولا مباراة من بدأة البطولة الى النهاي وان شاء الله يعني ان شاء الله ما يضيع تعبنا ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يعني الكاس هذي ان شاء الله هدية للعيبة ذول ما قصر الصراحة الله اعطيك العافية شكرا الله يعطيك العافية شكرا